استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري وفي لقاء آخر اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان للاطلاع على الموقف التنفيدي لعدد من مشروعات الوزارة ومن بينها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل هذا وقد حضر اللقاء كل من المستشار بوليس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا والقاضي حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة والقاضي محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام والمستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية واللواء أركان حرب حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكرية والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس هناء قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يوافق الأول من أكتوبر معربا عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي وحماية منظومة الحقوق والواجبات على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن مؤكدا في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون كما أكد السيد الرئيس خلال اللقاء التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المقدرة لتطوير منظومة القضاء وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين لسيما من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة فضلا عن الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات والكفاءات الشخصية والمهنية لأعضاء المنظومة القضائية المصرية في ظل الأعباء التي يتحملون مسؤوليتها للنهوض بالدور الجوهري في ترسيخ سيادة القانون في مصر من جانبه أعرب السيد وزير العدل عن تقديره لاهتمام السيد الرئيس بتطوير المنظومة القضائية من خلال حرص سيادته على توفير الإمكانات اللازمة لتعزيز عمل مؤسسات التقاضي بمختلف درجاتها وكذا من خلال العمل على تعزيز استقلال القضاء وقدرته على تأدية رسالته السامية مستعرضا في ذلك الصدد ما تم إنجازه لتحسين كفاءة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لالتزام الأصيل لجميع أعضاء ومؤسسات القضاء المصري ببذل أقصى الجهد على طريق تحقيق العدالة وسيادة القانون وفقا للدستور والقانون معربين عن تقليرهم للسيد الرئيس لحرصه الدائم على صون مكانة القضاء كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان من بينها المبادرة الرئاسية السكن لكل المصريين التي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات وفي هذا الإطار تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه والإطار الزمني للمرحل المقبلة حيث وجه السيد الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تسريع وطيرة أعمال البناء بالمبادرة مشددا على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ومنوها في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية كما تطرق الاجتماع إلى خطة التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية خاصة مناطق الساحل الشمالي الغربي مع التركيز على مناطق جنوب الطريق الدولي الساحلي لرفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي فضلا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني حيث شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على أهمية الحوكمة السليمة لإدارة الموارد والأصول في تلك المشروعات وغيرها وفقا لأفضل المعايير المتبعة في هذا الشأن موجها بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطع الخاص وتمكينه ودعم دوره وإنشاء آليات ومحفزات يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري ويتكامل مع المحاور الأخرى خاصة الصناعية بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية